ثورة شاشات الموبايل التي تحركها اصابع الطلبة العراقيين في اغلب انحاء البلاد منها ما خرج متظاهرا منطفضا او كما يقولون وزارة التربية هي قاعات هي قاعات المتحن بها الطلاب ويالفعيل المراقبين هي قاعاتها بكلها تبغدرها الثانية تبغدرها عسل ستانوية نموذجية باع الطين باع الطراب باع الوصاحة هذا التعفير لا أبل ما حينتشار المرض هذا زويل الجاعة المطالب الطلبية جلها حول تفعيل المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعددي ما يقارب نصف مليون طالب يطرقون ابواب الحكومة مناشدين رئيس الوزراء مصطفى الكاظم بحمايتهم كما وصفوا من وباء كورونا الذي يرون انه سيصيبهم في حال تقديم امتحانات ما يكسر الاجراءات الاحترازية ما نريد نكون احنا السبب اللي يدخل البلد بكارثة اقوى واكبر وهو في غنى عنها بينما نريد نكون احنا السبب اللي يخلى البلد يعبر اهم الكوارث والجوائح اللي يمر بها في المقابل فان الوسم المنتشر بقوة عبر منصة تويتر وفيسبوك طلاب التراكمي تنطفض والذي ينقل عبره الطلبة مناشدتهم فان وزارة التربية تستمر في تقديم النصائح للوقاية من كورونا وخطط امتحانات الوزارة للطلبة وعرض كل ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي لطمأنة الطلبة وذويهم التربية تعلن امتحانات الخارجيين دور التمهدي وتؤكد تنسيقها العالي مع وزارتي الصحة والداخلية لكن المشكلة قائمة من خلال تمسك عموم الطلبة بطلب المعدل التراكمي وامام هذه القضية يرتقب الاهالي الساعات والايام لمعرفة نتائج ما يريد الطلبة الوصول اليه وما يخدم مستقبلهم الدراسي والصحي